خطة متكاملة وضعت من خلال لجان فرعية ودعم وتوفير مستلزمات الانتاج بما يتوافق مع الخطة الانتاجية مع التأكيد على التنظيم الزراعي وربط المنتج بالمنتجات الزراعية الغذائية وبالتالي خلق حلقات انتاجية في القرى لتشغيل الأسر الريفية هذا ما أكد عليه وزير الزراعة خلال جولته في محافظة حمص هدف من الجهودة تتبع واقع زراعة المحاصيل وتتبع واقع الثروة الحيوانية وأثر الإجراءات التي تخذتها وزارة الزراعة لتأمين مستلزمات الانتاج وتطوير القطاع الزراعي حيث ركزنا في اجتماعنا للأسرة الزراعية في المحافظة بإضاحة الإجراءات التي تخذتها وزارة الزراعة والحكومة لتأمين مستلزمات الانتاج تم ملاحظة تجربة زراعة السلالات المبشرة والنويات المعتمدة من بزار القمح ومختلف أنواع الأصناف من القمح القاسي ومن القمح الطري من باب التعاون ما بين مؤسسة إكسار البزار ومركز البحوث العلمي الزراعي يتم زراعة الأصناف المبشرة والأصناف الواعدي التي سيتم اعتمادها لاحقا وتأييد كافة الملاحظات من حيث الانتاج عوامل الانتاج بشكل عام مقاومة الأمراض مقاومة الظروف الجوية الفلاحون بدورهم طالب وزير الزراعة بضرورة زيادة ساعات الوصل للكهرباء وتحسين سعر القمح وحل مشكلة غلاء مستلزمات الانتاج واستكمال تأهيل شبكات الري ومعالجة الثغرات التي تتعلق بتوزيع المزوط الزراعي والاهتمام بالطرق الزراعية ومراقبة الحقول الاكثارية والتأكد من نوعية البذار وتحديد سعر مناسب للقمح زارعين هوني 16 دولار من قمح صار فيه إصابي بمرض السوني ومرض الصداء تمت بكافحة المرضين بتعاون مع مدير الزراع قدمتنا جرار زراعي بخ الحقل وقدمتنا دواء السوني منشان عبادة الحشرة زارعين السني بقرية تير معلما يقارب 1600 دولار من القمح الأمور إن شاء الله السني الموسم جيد مع أنه فيه إصابات صارت صداء وسوني طالع سيد مدير الزراعة وسيد رئيس الاتحاد أشرف عليها بعتونا أسمدي كما اجتمع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنة ومحافظ حمص بالأسرة الزراعية حيث استمع لمقترحاتهم في تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة والصعوبات التي تعترض عملهم وسبل تذليلها كند الخضر لقناة سمى الفضائية حمص